وما زلنا نرتشف من رحيق صفات الرزق والاسماء المتعلقة بالرزاق الوهاب المغني الغني سبحانه صفات متعلقة بالرزق لنتعلم منها كيف نحيا بها كيف نفعلها في حياتنا وحديثنا اليوم هو عن المشاعر التي تتعامل معها صفات الرزق وذكرنا من قبل ان الاسماء الحسنة التي تساعدنا على فهم من هو خالقنا سبحانه وفهم صفاته واسماء الحسنة هذه ستبني عندنا عندما نتأمل في هذا ستبني عندنا فكر ستبني عندنا قناعات مرتبطة بمعاني تلك الاسماء وهذه القناعات ستساعدنا على ضبط بوصلة افكارنا وبالتالي مشاعرنا وبالتالي سلوكنا ودعونا نطبقها على صفات الرزق فعندما نفهم صفات الرزق والرزاق من اسماء الله الحسنة ستعطينا القناعات التي يكون لها تأثير مباشر على مشاعر السلوك المتعلقة بالرزق فصفات الرزق تتعامل مباشرة مع مشاعر اي مشاعر اي نوع من المشاعر لما نتعامل مع صفات الرزق سنتعامل مع مشاعر الخوف الخوف وتحديدا الخوف من فوات الرزق لما الانسان يخاف من ان الرزق يفوت او خسارة الشيء نملكه خوف الخوف على ان رزق ما يأتينا والخوف على ان عندنا رزق سنفقد هذا مشاعر بينما اول شعور سنشعر به عندما نتعمق ونؤمن ايمان حقيقي بصفات الرزاق ان الخوف هذا سيزول وسيكون معنا او بدله شعور الاطمئنان الاطمئنان لا تخاف خلاص ذكرنا معنى الاطمئنان في الحلقة السابقة اذا الاطمئنان بانه سبحانه هو الرزاق وثاني شعور تبعث صفات الايمان او الايمان بصفات الرزاق هو شعور الرضا الرضا ومعنى الرضا يأتي من تأدبنا مع عطايا ربنا سبحانه الرضا والادب مع عطايا الخالق هذا الذي سيقودنا اذا فعلا رضينا اذا فعلا امنا بهذا الرضا سينتفي التحاسد سينتفي التحاقد صح؟ فكروا معي تختفي الغيرة ونعمل بالجد لتحقيق اقصى ما يمكن ان نحققه دون ان نلجأ الى استغلال الناس استغلال حاجة الناس احتكار التجارة التفحش في الاسعار كلها ستمحق البركة شعور الامتنان ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطانا هو الذي رزقنا سينعكس هذا كنتيجة طبيعية لمراقبة صفات الله والايمان بصفات الرزاق سينعكس على معاني العرفان وهذا العرفان سيوجد الاطمئنان يوجد السلام الداخلي الدفء هذا الدفء اذا انتشر بين الناس سيملأ كل المجتمع واذا فعلنا صفات الرزاق سبحانه بهذا المعنى فانفقنا على المحتاج ليس من تعالي وانما من شكر من شكر على هذا العطاء بعرفان لما اعطانا الله عز وجل وعلى وعلى كل ذلك سينتج عن هذا اذا فعلا امننا به وفعنا ان لن نتكبر على احد بنعمة انعمها الله تعالى علينا لن نتكبر بمال لن نتكبر بمنصب لن تتكبري بمعاني الجمال التي اعطاك الله اياها على وحدة اقل منك جمالا لن تتكبري لان هذا ليس منك هذا كلهم من رزق الله من عطاء الله وعلى فكرة هذا سينتج عننا الشكر على هذه النعمة يعني اليوم بالذات في النساء لكن صار حتى في الرجال انتشار لعمليات التجميل هذا الانتشار المبالغ به هو انعكاس واضح لعدم الريضة بما اعطانا الله تعالى من خلقه فلا تبالغوا في هذه المسائل هذا واضح انه رفض للعطاء الالهي ما اجمل هذه المشاعر التي تبثها صفات الرزق لو امنا فيها حقا وهذه جميلة والجميل ايضا ان ندمجها مع مهارات الادراك العاطفي والاجتماعي لمعاني الرزق موسيقى إن